موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن التناقضات التي تضع علامات استفهام كبيرة عن حقيقة مرض الرئيس عبد المجيد تبود كما هو معروف أن الرئيس نقل مجددا إلى ألمانيا في العاشر من جونفي 2021 بعدما عاد إلى الجزائر في 29 ديسمبر 2020 رحلة العلاج هذه دامت نحو شهرين كما أكده الرئيس بنفسه في أول ظهور له في 13 ديسمبر 2020 عندما ظهر في ذلك الفيديو وألقى أول كلمة بعد غياب عن الظهور بدأ في آخر ظهور له أنذاك كان في 15 أكتوبر 2020 لما استقبل وزير الخارجية الفرنسية ومن ذلك الوقت لم يظهر الرئيس إلى غاية 13 ديسمبر 2020 منذ إصابة الرئيس تبود بكورونا والمتناقضات لا تتوقف الرئاسة عاملت بمنطق جعلها في موضع أنها تظلل وتكذب على الجزائريين ومنذ ذلك الحين ومن قبل أصلا أن الرئاسة أو الإعلام الرسمي لا يثق فيه الجزائريون وزاد الطين بل مع عهد تبود الذي يقول أنه يؤسس للجزائر الجديد شاهدوا المتناقضات بيان صدر الرئاسة الجمهورية قالت فيه توجه قبل قليل الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبود إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بكوفيد-19 علاج المضاعفات كان مبرمجا قبل عودة الرئيس أو قبل عودة السيد الرئيس من ألمانيا لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك إصابة السيد الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة كان في توديع السيد الرئيس أو الرئيس الجمهورية بالقاعدة الجوية بفريك كبار المسؤولين في الدولة هذا ما قالته رئاسة الجمهورية لكن نشرت أحد النشرات في القناة الجزائرية الثالثة ذكرت شيء آخر استمت توجه اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبود إلى ألمانيا لمعالجة تعقد في قدمه نتيجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد 19 ذكرت كلمة تعقيد معناها أن وضع الصحي للرئيس راه في مرحلة تعقد معناها أن هذا التعقيد ليست مضاعفات قديمة كما ذكر بيان الرئيس الجمهورية التي من المفروض يعالج منها قبل ما يروح ولكن الظروف أجبرتهم أن يجيبوه بسرعة بشي وقع لهم قانون المالية وقع لهم بعض الأمور ويعود يرجع توجه اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لمعالجة تعقد في ترى من أوحى للتلفزيون الجزائري أن يذكر لفظ تعقيد ونحن ندرك أن الأخبار التي تتعلق برئيس الجمهورية وبالمصالح العليا ومجهات العليا في البلاد لا يحررها الصحفيون في التلفزيون تحرر في جهة أخرى وترسل إليهم إذن من هي الجهة التي أرادت ذكر كلمة تعقيد طبعا هي نفس الجهة التي أصرت على إظهار رجل الرئيس عند عودته من ألمان هل هذا التعقيد ظهر له وهو في الجزائر؟ هل هذا التعقيد معناها أن الوضع وصل إلى درجة سيئة؟ وهناك معلومة تقول أن الرئيس عنده الغرغرينة وأنه إذا بقي على هذا الحال ويحتمل أن هذه الغرغرينة التي أصيب بها بعض ناس آخرين والذي عندهم داء السكر وصل بهم إلى حد بطر الرجل ولا نقول ذلك أن الرئيس قد يصل إلى هذا الوضع ففي نشرة الثامنة ذكر مضاعفات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبوني توجه إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات في قدمه توجه اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبوني إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات في قدمه ناتجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد-19 وبعد ذلك في نشرة منتصف الليل عيذا ذكر مضاعفات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبوني يتوجه إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات في قدمه نتيجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد-19 ترى من هي الجهة التي طلبت من التلفزيون أن يستدرك ويغير كلمة تعقيد بكلمة مضاعفات خلي الجواب لجماعة التلفزيون لجماعة المعنية بهذا الأمر الأمر لم يقتصر فقط على هذا التناقض الذي ظهر في التلفزيون بل الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يذكر لا كلمة تعقيد ولا كلمة مضاعفات بل ذكر كلمة أخرى هي البروتوكول الصحي استمعوا أيها المواطنات والمواطنون كما كان مبرمج منذ مجيئي من بداية شفاء ألمانيا كان مبرمج أن أعود لاستكمال بروتوكول الذي سطره الأساتي لاو بروتوكول ما تبقى إلى شي قصير قليل جدا ولكن بالضرورة لازم أن ننتهي وإلا نضيع قع الشيء الذي ندره المقبل كما استمعتم إلى الرئيس عبد المجيد تبون ذكر البروتوكول ترى هل هذا هو البروتوكول الأول الذي زعمت رئاسة الجمهورية في 15-11-2020 في بيان على حسابها في الفيسبوك أنه قد أنهت أن الرئيس أنهى البروتوكول الصحي حيث ذكرت في البيان تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصب ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول إذن الرئاسة في 15 نوفمبر 2020 قالت بأن الرئيس أنهى البروتوكول الرئيس يقول بأن الأساتذاء أوصوا ببروتوكول ترى هل هذا بروتوكول جديد؟ أم أنه البروتوكول آخر الأول إذا كان البروتوكول هذا هو نفسه الأول معناها رئاسة الجمهورية كانت تكذب على الجزائريين وإذا كان هذا بروتوكول جديد فهذا يعني أن الرئيس أصيب بمضاعفة وتعقيد أفرضت بروتوكول جديد وهذا الذي نطق به رئيس الجمهورية الرئيس لم يقل مضاعفات ولا قال تعقيد وقال بأن هذا الأمر كان من المفروض يعالج ولكن ذكر البروتوكول إذن هناك بروتوكول بدأ شرع فيه الرئيس الآن وهو الأرجح لأنه أنهى البروتوكول ودخل في مرحلة متابعة صحية وبعد ذلك دخل في مرحلة أخرى تتمثل في مرحلة النقاها والآن الرئيس يذكر بروتوكول التلفزيون يذكر تعقيد ثم يذكر مضاعفات الرئاسة تتكلم عن مضاعفات غير مستعجلة الرئيس يذكر أنه عنده بروتوكول صحي ومن المحتمل أن يجري عملية جراحية بسيطة تناقضات في يوم واحد هذه كلها تدل على أن ما يقال ليس الصحيح ما يقال هو مجرد تناقضات الرئاسة والرئيس لا يريدون أن يقولوا الحقيقة الرئيس الذي عاد منذ تسعة وعشرين إن أفناعش ألفين وعشرين لم يظهر لا كورسي متحرك ولا وقف ولا مشا ولا أي شيء عاجز وجالس ومقعد والآن هذه تقول بأنه غير مستعجل طبيا وبعد ذلك الرئيس يقول راح نجري ممكن عملية جراحية بسيطة المصادر تقول بأنه الرئيس أصيب بتعفن غرغرينة في رجله وهذه تجعله وضع الصحي مفتوح على كل الاحتمالات إذن هذه التناقضات تدل على أنه لا توجد هناك شفافية وزير الإعلام عمار بن حليمر يتحدث أن الجزائر تعاملت بشفافية مع مرض الرئيس أظهر لي ترهم ما هذه الشفافية يا أيها الوزير رغم أن الإعلام الرسمي الجزائري عمره ما يلتقي مع الشفافية هما خطان متوازيان لا يلتقين أبدا والرئاسة مشي هكذا والشفافية مشي في اتجاه واحده كما لاحظنا أنه تم توديع الرئيس من مطار العسكري بنفس الطاقم الرئيس كما تلاحظون مثل ما عاد شكر الجيش سليل جيش التحرير وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير أيضا شكر الجيش سليل جيش التحرير ومباشرة وجه عيونه إلى شنغريحة جينه بالأخص الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير هل هي عفوية ينظر إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مدام يتكلم عن الجيش أو أنها نظرة فيها رسالة معينة هذا الأمر نضعه جانبا والأيام القادمة ستبين الكثير مما هو مصطور ومما هو مخفي وتتعمد السلطة على إخفائه أمر آخر أنه ذكر المنتخلين كذلك مرسستنا المنتخبة؟ كذلك مرسستنا المنتخبة؟ على من تضحك أيها الرئيس؟ أنت تقول جزائر جديدة وتقول بأنه نظام بتفليقة فيه عصابة وماش نعارف واشو كذا وكذا والنظام السبق ورهو سقطت وفي نفس الوقت تشيد بالمنتخبين من هم المنتخبين؟ مجلس الأمم تعبو تفليقة المجلس الشعبي الوطني تعبو تفليقة النواب في البرلمان كلهم دخلوا بالشكارة وبالرشوة وهو فضحهم الطليبة اللي موجود في السجن إذن على من تضحك أيها الرئيس؟ هل هؤلاء هم المنتخبين؟ هل هؤلاء هم الذين يمثلون الشعب الجزائري ما بعد الحركة الشعبية؟ ثم أمر آخر يقول الحكومة فيها وعليها الحمد لله يعني الدولة واقفة مازلت ماشي يوم والحكومة مثل ما قلنا فيها وعليها هذه الحكومة أنت الذي عينتها أنت من عين هذه الحكومة في الجزائر الجديدة لتحدث عليها كيف فيها وعليها؟ هذا تمهيد إلى قرارات ستتخذ لاحقا تتمثل في حل هذه الحكومة أو تغييرات بعض الوجوه لأن القيادة الحالية التي تتحكم في دواليب الدولة لا تريد هذه الوزرات ولا تريد هؤلاء الوزراء ولا تريد هذه الحكومة أصلا لذلك مهد فيها وعليها فيها تمهيد إلى تغيير حكومي ترى هل سيغير عبد العز جراد أم يغير بعض الطاقم في الحكومة أو شيء آخر هذا الذي لم يتضح بعد وليست لدينا معلومات كافية حتى نتحدث في هذا الموضوع إذن بالمختصر المفيد إخواني الكرام أن ما يحدث غريب وعجيب الرئاسة تكذب هذه التناقضات التي تشاهدون فيما يخص صحة الرئيس توحي دائما أن هناك طبخة تطبخ نعم طبخة تطبخ وهذا يؤكد ما قلناه من قبل حول الاجتماعات التي كانت تعقد حول مرحلة ما بعد الرئيس ترى هل هو تمهيد أنه بعد ذلك سيطبق عليه المادة المادة الدستورية والتم إجراءات الدستورية أم أن الأمر فيه شيء خير طبيعي فلا يعقل أبدا أنه لما يتعلق الأمر برئيس نشرت قول تعقيد كلمة تعقيد كبيرة جدا وخطيرة ونشرت قول مضاعفات الرئيس لم يذكر لا تعقيد ولا مضاعفات يتحدث على بروتوكول سحي وأنت هذا المثلث يعيش متناقذات مقابل مثلث آخر هو الذي قاعد يرسم في مسار الدولة ويتمثل هذا المثلث في شنجريحان خالد نزار توفيق إذن إخواني الكرام المعلومات المتوفرة الذين تقول أن الرئيس عنده غرغرينة في رجله أنه رايح يجري عملية جراحية ليست بسيطة كما يقول فقط قالها من باب طمأنة نفسه ومن باب طمأنة الجزائريين أمر آخر أنه الرئيس بحد ذاته لم يظهر تفاؤله قال ممكن خفيفه نتمنى وكذا وكذا كل كلام واضح بأنه رايح والأمر مفتوح على كل الاحتمالات وليست قضية بروتوكول محدد ماذا سيفعلون وماذا يريدون قضية الرجل الرئيس يبدو أنها ستطول ربما سيشفى منها ربما سيبقى دائما هكذا ربما أيضا تصل الأمر إلى قطع أو بطر الرجل والذي لا نتمنى له وطبعا نتمنى له الشفاء العاشر والملاحظ أيضا أن هناك جهة واحدة هي التي تدير هذا المشهد فاقتصر التوديع على نفس الأشخاص الذين استقبلوا الرئيس وهذا مما يوحي أن الأمر يريدون أن يبقى في دائرة معينة الرئيس لم يظهروه على الطائرة رغم أن كل الجزائريين مقتنعون تماما أن الرئيس يتحرك على كرسي متحرك ورغم ذلك لم يظهروه كيف يتحرك كيف وصل إلى المطار كيف ركب في الطائرة على الأقل مشهد يتفادون هذا الأمر ويخلوا المشهد مثير خلوا المشهد مثير لأنهم يريدون هذا الغموض وعدم الشفافية لأن هناك طبخة تبسط في الظل هناك طبخة يجري طبخها على نار هادئة تتمثل في عزل الرئيس تبون اليوم أو غدا مع مرور الوقت وهناك ترتيبات تتعلق برئيس جديد وحكومة جديدة ومشهد جديد بعدما تمكنوا من تفكيك الحراك الشعبي وتفتيته من داخله باستعمال بعض الأغبياء الذين ليست لديهم دراية بالألعاب السياسية ولا يفهمون حقيقة المؤسسة العسكرية من داخلها بدل أن يعتمدوا على الناس اللي يعرفوا العسكر ويعرفوا الجيش من الداخل ويعرفون أن هؤلاء الناس كيف يفكرون يقومون بزرع الشبهات وبزرع الأكاذيب حولهم وتخويف الناس منهم حتى يبقوا يستمعوا لهم ويستمعوا إلى أكاذيبهم التي الكثير منها لا تمت بصلة إلى ما يجري في الواقع الجزائر الآن في مشهد في مرحلة تحولات حقيقية ليست متحولات في إطار الجزائر الجديدة بل تحولات في إطار جزائر قديمة استعاد عناصرها زمام الأمور ويتحكمون في المشهد من وراء الستار ويكفي ما عليه حال الرئيس اللي ما يحك ما يسك حقيقة وليست لديه لا قوة شعبية ولا قوة سياسية ولا قوة عسكرية ولا قوة أمنية حتى يفرض أجندته على هؤلاء التماسيح التماسيح العصابة وتماسيح الأجهزة الخارجية والجهات الخارجية التي يرتبطون بها إذن إخواني الكرام أترك المشاهد الكريم هو الذي يحكم على هذا المشهد وعلى هذه التناقضات فنحن لا نتكلم من فراغ بل لدينا الكثير ولكن نؤجل نعطي الأمور بالتدرج ووفق ما تقتضيه الحاجة ولا نريد من ذلك كما يتوهم البعض دعاية لنا ولا شهر ولا غير ذلك فقد اكتفينا من كل هذه الجوانب نتمنى الخير لبلادنا فالجزائر في منعطف كبير وصعب ومعقب وإذا لم يتحمل المسؤولية أولئك الذين نصبوا أنفسهم في واجهات في واجهات متعددة أو أولئك الذين هم واجهات حقيقية سياسية ونخبوية فإن الأمور ستأول إلى ميلاد عصابة أخرى ستكون أشرص من العصابة التي سبقتها فإن كانت العصابة العائلية لآل بوتفليقة قد أنست الجزائريين في شرور العلب السوداء لخالد نزار التواتي والعربي بالخير التوفيق وكذا فإن هذه العصابة الجديدة ستنسي الجزائريين في شراصة وقذارة عصابة آل بوتفليقة أفيقوا قبل فوات الأولى هذا ما أردت قوله في هذه المداخلة ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة